استضافة ومدام كوثر الواتي عكروت واللي هي الدكتورة في الرياضية التطبيقية سباح النور مدام كوثر السباح الخير يعيشك برك الله فيكم على الاستضافة لطيفة ما هذا واجبنا مدام يعيش نحكيه على تظاهرة تظاهرة الرياضية التطبيقية في المالية واللي بيش تكون نهار لربعة 15 ماي بالقطب التكنولوجي بالغزالة حتى تعطينا فكرة مدام على هذه التظاهرة تظاهرة اللي هي يظلم ثمنية ونصف متاع صباحة للعشية وراء بعد هذا هو يعني ساعة بش نعطيك أنا أستاذة بالمدرسة الحر العليا للهندسة والتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بالغزالة اسبخي يعني أستاذة في الرياضيات ودكتورة في الرياضيات التطبيقية التظاهرة هذية اللي بيش تكون إن شاء الله نهار لربع يعني بعد غدوة 15 ماي هي حول موضوع الرياضيات التطبيقية في المالية هي بيش نعملوها في إيطار حتى نفهمه قبل كل شيء شنية التطبيقات الرياضية الرياضية التطبيقات الرياضيات في المالية شنية تعرفوا اللي الرياضيات هي موجودة معانا يوميا في حياتنا اليومية بطريقة مباشرة وغير مباشرة موجودة خاصة في قطاعات قطاع الطب قطاع صناعة قطاع المالية نحن المرة هذية نخاصل الموضوع القطاع المالية يعني أحنا بش نحاول أن نظهر أهمية الرياضيات أهمية الأيليات الرياضية المستعملة في قطاع المالية يعني قطاع البنوك وتأمينات الإطار الحدث هذية هو في إطار احتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق إسبري ضمن معناها ملتقيات عديدة علمية وتكنولوجية المرة هذية خاصصناها للموضوع الرياضيات في عالم المالية عليش اختيار الموضوع هذا بالذات لأنه احنا حابنا يكون موضوع يهم مجموعة كبيرة ياسر من مهندسينة في المدرسة وأيضا هو موضوع الأمس واليوم والغد يعني الفنانس المالية يعني الناس الكل تهتم من الموضوع هذي حابنا أن يكون موضوع يخص مشكان تلمذتنا في المدرسة ولكن يعني بش يكونوا معنا إطارات عليا من البنوك وتأمينات نجم نذكرهم نجم نذكرهم يعني بش يكونوا معنا إطارات عليا من البنوك وتأمينات مختصين مختصين وخاصة يستعملوا كما قلت لكم الاليات الرياضية في العمال المتاحهم يوميا بش يكونوا معنا البيات البتيكال الستيبي الكاتاسيورانس نضمن كلهم إشهار ليهم إشهار مجالية لقهم معروفين ما همش يعني يستنيوا بش نعملهم إنا الإشهار وزيدا نعملهم في الإشهار هذا هو يعني كما نشوفوا البرنامج على الشاشة بش تكون صباح نهار الربعة بثمانية ونص حتى الماضي ساعة للملتقى العلمي هذا في الرياضية حول مواضيع بش يكون هناك ندوة معنا اي ونيقاشات مفتوحة ومدخلات بش يكونوا حاضرين معنا يعني رئيس مدير العام باتكاسي حسين المولهي بش يكونوا معنا مدير المخاطر يعني ديركتور دوريسك تعليبيات سيريدا شريف بش يكونوا معنا مدير القات سيرياض بدر الكل هما مديرين ومختصين في المالية يعني من الاكسبيرتيز والكونتابيليتي والريسك وكل ما يستعمل الاليات الرياضية في العمل اليوميا اي دوريسك قدم ان شاء الله مع محاضرات المحاورة اثرة معنا المواضيع مختلفة بطبيعة لانه بش نجمو المواضيع يعني هما عن قطاع معينة تستعمل يعني الرياضيات بصيفة مكثفة في الخدمة بتاعهم اللي هو مثلا الاكتواريا يعني كيفش يقولوها يعني الاكتواريا يستعملوا برشة حسابة على استاتيستيك على إحصاء يعني في التأمينات يعني إحصاء في التأمينات عن زادة هذو المخشد يعني المخاطر في المالية وفي المصار في الأسواق المالية تعرف البورسة وغيره يستعملوا زادة كيف كيف عديد الآليات الرياضية بش يوريونا نوعا من الإحصائيات زادة وغيره يعني هما بش يحاولوا كل واحد يحكي لمدة عشرين دقيقة ومستاشرين دقيقة ولكن في صباح يمكننا أن نتعرف على أغلب القطاعات التي تستعمل الرياضيات وأهمية الرياضيات في الطلب المهندسين هما بش يكونوا حاضرين طبعا أحنا بش يكونوا حاضرين أولا طلبتنا المهندسين الاختصاصيين في الإعلامية المالية هذو ما طلبتنا أحنا يعني أو أولا إعلاميين يعني ومن بعد يعملوا اختصاص في المالية أو للفينانس ولكن جسر التواصل بين الأعلامية والمالية يبقى الرياضيات يعني أنا كمختصة في الرياضيات أقول دائما أن الرياضيات هي لغة العلو يعني أحنا كنختاروهم نختاروهم هما انفورماتيسيين إعلاميين ولكن يكونوا عندهم عندهم قدرات وإمكانيات كبيرة في الرياضيات حتى يتوصلوا بش يخدموا في سيستام دانفورماتيون معناها المنظومة 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 المعلوماتية هذه في القطاع المالي دائما إن شاء الله تكونوا موافقين مدام كاؤثر الواتي عكرود واللي حكيتنا على تظهورة الرياضيات التطبيقية في المالية اللي بيجو تكون إن شاء الله النهار لربعة 15 مال بالقطب التكنولوجي الغزالة كنت معناها نحب نجاوبك زيدا قطلي الحاضرين بش يكونوا المهندسين المختصين بش يكونوا المهندسين المختصين ولكن عنا يعني ضيوف من زيدا القطاع المالي والتأمينات اللي مش بش يعملوا مداخلات ولكن بش يكونوا معنا ومعناها كل إنسان مهتم بالموضوع هذا واسمع بالحدث بش يكونوا معنا إن شاء الله نهار 15 في مقر إسبري بالغزالة وهذه هو معناها إن شاء الله تكونوا موافقين في هذه التدار مدام كاثرة الواتي عكرود كانت حاضرة معنا وحكتنا على تظاهرة الرياضيات التطبيقية في المالية اللي بش تكون إن شاء الله نهار لروا 15 بالقطب التكنولوجي الغزالة ابتداء من الثمانية ونص أمتع الصباح نرجع إلى تتوين وإلى زميل إخميس بوبتانو معه الضيوف حتى يعطينا أكثر تفاصيل في أهم الموضوع